بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني مع الفقر الفقهي أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمن ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد نعم يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم قصرا ناخد بالنا بس من حاجة القصر يا أخوانا له شرط شرط القصر إيه؟ الضرب في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة طب قدي إيه؟ ألو 85 كيلو متر لو واحد قطع مسافة 85 كيلو متر يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية ظهر عصر عشاء تبقى ركعتين طيب هو بيقول مسافر عايز بس يعني أنبه على حاجة أن المسافر ليس عليه جمعة ده من شروط صلاة الجمعة إن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستطن لا جمعة لمسافر طب لو المسافر صلى الجمعة طب يجمع العصر بقى جمع تقديم ولا يجمع الجمعة مع العصر نقول له خد بالك في يوم الجمعة لو جمعت العصر مع الجمعة يبقى تقديم ما ينفعش يبقى تأخير ليه؟ عشان وقت الجمعة طالما هتصلي الجمعة يبقى تجمع العصر تقديم نما لو جمعت الجمعة مع العصر ما بقتش جمعة بقى ظهر يجوز في الظهر أن يجمع مع العصر جمعة تأخير أو أن تجمع العصر مع الظهر جمعة تقديم يعني إيه جمعة تقديم يعني تصلي العصر مع الظهر يعني إيه جمعة تأخير يعني تصلي الظهر مع العصر إما تقدم أو تؤخر نما يوم الجمعة لو صلتها جمعة يبقى تجمع العصر ركعتين بعد صلاة الجمعة جمع تقديم هذا والله تعالى أعلى وأعلم يبقى نفرع كده ما بين القصر وما بين الجمعة مسافر يبقى تقصر الصلاة طالما عديت 85 كيلو هتجمع العصر في يوم الجمعة يبقى تصلي العصر ركعتين بعد الجمعة إلا لو انتهت صلي ظهر لك الخيار إما أن تجمع جمعة تقديم أو أن تؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته